أهلا بكم تخضع طلبات المرشحين للانتخابات الإيرانية إلى تقييم من لجنة رباعية مؤلفة من قضاة وهيئة الأحوال الشخصية والمحافظين ووزارة الأمن تعينهم السلطة القضائية بعد موافقة مجلس الشورى مهمتها الأساسية التطقيق في هوية المرشحين وتحديد من تتوفر فيه الشروط الأهلية للترشح ومن هذه الشروط شهادة جامعية بدرجة ماجستير والتطقيق في الشهادات الجامعية التي يحملها المرشح وأن يكون تسجيل طلب الترشيح صحيحا وقانونيا وأن لا يكون قد صدرت بحق أي مرشح للانتخابات أحكام قضائية وسجله العدلي نظيف تماما يحق للجنة الرباعية أن ترفض أي طلب للترشيح ما لم يلتزم بالشروط المنصوصة عنها قانونيا حيث تمت الموافقة على نحو 90% من الطلبات التي توزعت على 208 قائم مقامية تستقبل طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات المرحلة الثانية من غربلة طلبات الترشح تنتهي عند مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا ستة يتم تعينهم من هيئة قضائية وستة يعينهم المرشد علي خامنئي وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات تخضع طلبات المرشحين إلى غربلة أخيرة يتم التأكد خلالها من مدى التزامهم بقانون الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالمبادئ والشريعة الإسلامية وحصولهم على درجة جامعية أو ما يعادلها ولهم سمعة طيبة في دائرتهم الانتخابية وأن يكون المرشح خال من العيوب والتشوهات الجسدية أخيرا يحق للمرشحين القيام بحملة إعلانية لمدة أسبوع واحد يسبق إجراء الانتخابات وينتهي قبل يوم من بدء عملية الاختراع الحملة تشمل جملة قواعدة منها عدم استخدام اللافتات أو الملصقات أو مكبرات الصوت في الأماكن غير المسموح بها وحظروا سوء استخدام الوسائل والمرافق والأموال العامة أو التشير بالمرشحين الآخرين